أن الكتل السياسية السنية في العملية السياسية الحالية تتسول عند الإطار التنسيقي على منصب رئاسة البرلمان وهذا للأسف الشديد وهم يقدمون تنازلات الإطار التنسيقي بشكل كبير تماما وهي معلومات وليست قراءة تحليلية لكن فيما بينهم لا يقدمون هذه التنازلات يعني يقدمون تنازلات لنبني ويقدمون تنازلات لدولة القانون على حساب عزتهم وكرامتهم السياسية لأنهم بالأصل حقيقة أثبتوا أنهم بعيدين عن مطالب المكون السنية واستحقاقاته والمظلومية التي يعاني عليها والحقوق الذي يطالب بها وهم حقيقة لم يستطيعوا أن يجلسوا على طاولة وصول إلى اتفاقيات خاصة بهم وإن كانت صراعية وإن كانت تصل إلى مراحل الشتم لكن فيما بينهم لكنهم حقيقة يفتحون أبوابهم للإطار التنسيقي ويذهبون وكل يستقوي بحليفه على الآخر وبالتالي أصبحنا أمام تحالف أو أمام صراعات صفرية فيما بينهم الكل يريد إلغاء الكل وبالتالي كلهم ضعفاء هاي البعض يشوف طبيعية موجودة بغاية برلمانات يعني مو بس يمنى لا لا ليست طبيعية هذه ليست برلمانات هذه قضية داخل مكون سياسي يمثل في العملية السياسية المكون السني الكبير في العراق وبالتالي عندما يذهب هؤلاء إلى فيما بينهم إلى هذه الصراعات حقيقة التي أصبحت مجة وأصبحت مكروهة الشارع السني والعراقي يرى أن هؤلاء حقيقة صبية ومراهقين في العمل السياسي عندما يتصارعون فيما بينهم لكن يقدمون أو يقفون باحترام أو يقفون بإذلال وخضوع للإطار التنسيقي والإطار التنسيقي ليس له علاقة بهم أو بهذا المنصر أنا ستحفظ على بعض الأوصاف دكتور نايل وكأنه أنت تريد ترجع الاستفافات الاستفافات مثلا الكردية الكردية واحد السنية سنية واحد وشيعية شيعية واحد يعني أرجع هذه الاستفافات المذهبية الطائفية داخل مجلس النواب من جديد هل غادرنا هذه الاستفافات أمن أن العملية السياسية هي هكذا